اصحى صحصح منك له يلا اقوم بعدين بقى على القلق دي على الصبح واحد راحين من المدرسة ولا كنوش حضرت الفطار يعني وخافينه يبرط لا يا خفيف الفطار يحضرونك وكيلي النيابة لما تروح له نيابة؟ ينهارك وقح لي بقولك يا باشا انا عايز انا بن نادر بي حالا انت فاكر ان نادر بيه فاطلك انت لوحدك بس لا ما حدازم يفضع لي واقلنا حطح نفس عليكم روح قوله سايد بشرية عايزك في مسئلة حياء اموت والله والله اول انا مفشر عليك والتكة قوي على حياء اموت دي وهو حيفهم حاضر فوقي يلا يا اخوانا انا مجعلوكو تاني الله في ايه يا سايد باشا 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 ايه ما اجزبيني انا مش وقايا مهجتين لها يجيبها هنا اصحى يا باشا تعالي تعالي بس فحضلش باشا يا عم انت بتتحرش في المناس شايد يا ابني ما ترد علي في ايه كمل نوم انت يا ابا ولما مهجة تجي هبقى صحيك باشا يا سايد السنة وافهم افهم ايه بس يا باشا احنا ما اتفقلاش عن نيابة ساعدتك دي محاولة اخيرة بص يا سايد انا هحطك في كلاب شواحد مع ابو العزة الضفراوي عرض نيابة ده يبقى مجرد اجراء سوري عشان ما يشكش فيك وقدينا بنعمل محاولة اخيرة يمكن تعرف تطلع علينا منه بمعلومة ستقني يا باشا انا حاولت تطلع يا راجل حاولت قوي فرهدني جنبه طول الليل مطلعتش منه بشل الحرانكش طلعت بمعجة تنفعكم معجة دي؟ لا طبعا ما تنفعناش انا من الاول انا اقيل لك انك اتعمل محاولة وانك يا سيدي مش ملزم بحاجة لو فشلت ولما قلتلك ان الموضوع ده بالنسبالي مسألة حياة وموت انا كان قصدي كده فعلا سيد انا جزوختي راقت شريف ماتن بارح وبيحاول يقبط الراجل ده وساب لي ثلاث اطفال انا ملزم قدام ربنا قدامهم ان اجيب لهم حقهم او على الهال اللي عمل علي عشان اجيبه ها قلت يا سيد طب والحاج مش هتكالبسوك كلابشات خلست يا ابن المحظوظة الزوض كان عايز منك ايه مم مفهمتش مم مش فهم حاجة من العالي والرعشات اللي تدهملي فعلايا دول اه طب مش تقول ايه لازم بعين اللي مين مفهموا يا إلهي إلا الله، إيدك معي عرب من صعب الراجع إيدك معي؟ إيدك يا عمّة معي من صعب الراجع باشا! باشا! تعال! تعال باشا! تعال باشا! انسي! انت إيه اللي جابك هنا؟ أنا.. أنا اللي اتضار بشتغل خط العربية على جنبي بس أنا قلبك الحاس أن ربنا هينجيك وتحتاج لي يا باشا وزارة الداخلية مش هتنزالك الجميل ده أبداً يا برنس الأسفال إلك يا باشا! هو مين ده باشا؟ ده المتهمة اللي جبنا لهم برح كباب بمناسبة بقى أن ربنا نجانة عايزين نجيل للحنطة رز بالنبل ربنا يا الصورة عينو على مصرها باشا يا رب تتغنين يا رب تفعيزي ما تحسن تمشي بشوراه وتشكيه سواء كري وفنه موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة صباح وخير يا بشير صباح وخير يا هاني الاستاذ خرب عشاد لسه قال ان هو فاكتبه طيب سلم ايوها انا ريها مفتح انا مش فاضي لوقتي عندي حاجة مهمة بعملها اشتركوا في القناة بسم الله ما شاء الله دي فيلا موديل الآمن حساده بقى حسابك كما باشا معقول يا باشا يعني الحكومة تجيب للشعب رز بلابن وكباب والشعب يقضي البندرة أبداً أبداً يا بقولك يا باشا البندرة دي بقى هداية من الشعب للحكومة انت عصيل يا برنس الأسفال حمد الله عسلامة يا سيد الرجالة مهجة حياتي هو أنت مهجة استلقي وعدك بيسأل عليك من الفطار حمد الله عسلامة هنا لنعني والنبي ولا مليون نجا فكانوا ينوروا حياتي لو كنت غبت عني يا بيبي ايه الأداء المبالة كده اه لو تعرفي وحشتني قد ايه يا مهجة الروح كانت أسود راس ليلة سنة في حياتي بس الحمد لله العيل خلع بالبضاء والفلوس فده كنوز الأرض يا سيد الرجالة تردنت الليلة في حضنك بالدنيا وما فيها يا بيبي والنبي أنا أول ما جاني الخبر صوت نبح من قدر الصويت عليك فقعتلي مليون يا لهوي على اتنين مليون يا خرابي حبيبة قلبي يا باشا كلام مبالغ فيه أما بالنسبة للأرقام أنا سيبها لك ترجح عن تبقى مش هتكل بقول لك يا بيبي ما تقوم بينا على الحمام ملتولك فل وورد وياسمون وفقهم مهجة كمان هو أنا لسه استنى الحمام احنا نخش على عشاني وبعد كده أنا بقى ناخد خدس براحاتها يلا بينا يا بيبي نحسن أنا مش على بعض هلومة بينا يا عم أنا هلومة معاكو ولا بالنسبة للمحرم ده هو المنزل ده ظروفه إيه بالظبط يا باشا يا لهوي مين ده يا سادي رجالة عندك حق انت يا سادي اللي جابك هنا إذا حيكون إيه اللي جابني يا باشا أنا جاب خطري يا كسوفيانا طب والله كدابة ده أنت كنت حتى